مرحبا بكم جمعا إلى موضوع جدا مهم وسؤال يسأله كثير من الناس هل من الممكن أن أتحدث اللغة الإنجليزية وأنا لا أعرف الحروف؟ يا سيدي أنا ما أعرف الحروف الإنجليزية هل ممكن تتحدث اللغة الإنجليزية؟ الإجابة نعم الطريقة اللي اتباحة كثير من الناس عندما سافروا إلى أمريكا، بريطانيا، كندا هي نفس الطريقة التي تحتاجها يعني نحن نجد كثير من الناس سافروا إلى الدول أمريكا وبريطانيا وكندا وغير من الدول التي تتحدث اللغة الإنجليزية وهؤلاء الناس يعني حقيقة قد يكونوا أميين إلى درجة كبيرة جدا يعني لا يعرف حتى الحروف الإنجليزية لكننا نجدهم يتحدث اللغة الإنجليزية كيف حدث ذلك؟ الحقيقة أنه أنت لازم تفهم النقطة اللي بتحصل عندما الناس بتسافر إلى هذه الدول وكيف تعلم اللغة الإنجليزية قد يقول أحدهم مع التكرار مع التعود صحيح كلامك لكن في طريقة وطريقة في طريقة الناس بتأخذ أربع خمس يوما لكم جملة وبتكررها ويتظل مش عارفة تتكلم إنجليزي لفترات طويلة أو تقدمهم بطيء جدا يعني عشر سنوات وهو ما زال بمستوى ضعيف جدا بالإنجليزية بينما هناك شخص آخر اتبع الطريقة اللي أقول لك عليها اليوم اللي أخبر لك يا وكشف الغطاء عنها وتستفيد انتنينها ويتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة في خلال فترة قصيرة جدا ممكن لا تجوز ستة شهر واحد يقول لي معقول هذا الكلام نعم ركز معايا أنا هتشوف لك اليوم الموضوع وهتستفيد منه جدا أنم يضغط لي لايك وشارك الفيديو مع غيرك يعني فضلا ليس عمرا إذا عجبك الفيديو يا سيدي انت لو ركزت معايا هتشوف أنه كثير من الناس عندما يسافروا لبريطانيا وامريكا وكندا هم يقوموا بعملية الاستماع والتأمل الاستماع والتأمل يعني أنا بقى أشاهد الشخص اللي أمامي بيصبح على شخص ثاني ثاني يرد عليه ثم يركز على أنه اللقب تغير مستر هذا للرجل يا مدام جون يعني من المتابعة والتأمر ركز معايا الاستماع ثم التأمر زوجته يسموها بأمريكا اسم المرأة تسمى باسم عائلة الزوج جيد مورنينج ميسيز جون جيد مورنينج مستر جاك طب همام شوية بيسمع نفس العبارة جيد مورنينج ميس ليلى آنسة عندنا مستر سيد وميسيز مدام ويذكر بعد هذا اللقب لو ميسيز يأتي اسم عائلة الزوج أما الميس الآنسة يعني اللي ما تزوجت ميس وحيانا بتسمى جود مورنينج ميز ميز فاطمة الميز هذه هذه للمرأة اللي انت مش عارفية متزوجة مش متزوجة او مش ضروري ان انت تسأل هذا باستخدموا ميستر اذا للرجل وميسيز للمدام ويأته باسم عائلة الزوج بعد كلمة ميسيز وميس للآنسة يا ميس ليلا يا ميس فاطمة آنسة ما تزوجت يعني سنجل عازبة يعني مش ضروري انه من هذه الكلمة او اللقب هذا مش ضروري انك تعرف ان هي متزوجة مش متزوجة مبهم الموضوع مع الاستماع والتأمل هو يفهم هذه النقاط ايش بكلمك انا المسألة استماع وتأمر طيب بعد ما سمعت جود موننج جود افترنون مساء الخير ايضا مساء الخير لكن هيركز ويتأمل ان ال جود افترنون من 12 ظهر الى اول ما يبدأ المغرب جود ايفنينج يبدأ من اول ما ينزل الليل مع المغرب وانت طالع الى ما بعد الساعة الثانية عشر ليلا او عندما يدى ابو ادينا جود نايت جود موننج جود افترنون جود ايفنين جود نايت ايضا الشخص اللي بزافر امريكا بيتأملهم و بيسمعهم كيف حالك بس مش بس هذه العبارة بيسمع عبارة مش فقط بيسمع الثاني بيرد عليه انت محتاج بتستخدم نفس الطريقة خد وطبق خد وكرر احفظ عبارات انا اطبق مع مين انا ما عندي شخص امارس معه اللغة العذر هذا انا ما اقبله يا سيدي انت الان والله فقط شخص واحد شخص واحد اجنبي حاول تجد شخص اجنبي من الانترنت ويخذ رقمه عبر الواتساب واستفيد منه فقط انك اترسل معه بالواتساب اترسل معه كيف يعني انا ما عندي وما انا باعطيك اليوم ايه انا بادرسك اليوم ايه انا باعطيك العبارات والاسئلة والجمال اللي انت المفروض تطبقها حتى مع شخص واحد يتواصل معه اما تكتب له وحتى الواتساب اصلا اصبح سار بساعدك يعني اللي يقول عنده اخطاء ملائية بتستطيع تكتب هو يكمل لك اياه ويجي لك مورنين وعلى هذا الحال تستطيع انك تقول له كيف تفعله يا شهاد اخبار تمام طيب انا اريدك انك تركز على النقطة انا كلمتك انك انت ممكن تحفظ عبارات لكن اعطيك السر الثاني اللي انت المفروض انك انت لو حفظتك اليوم مثلا نفترض 20-30 جملة لازم تفهم انك انت كيف تحولها الى عدة جمل مختلفة او عدة اسئلة مختلفة يعني ممكن تكون معنات كيف حالك انت الشخص اللي في امريكا استطاع انه يفهم عندما يقوموا بعملية تحويل هذا السؤال كيف حالك الى كيف حالهم يعني مثلا اطفالك اخوانك اصدقائك كيف حالك انت كيف حالهم كيف حالهم كيف حاله كيف حاله هو كيف حال والدك تمام وممكن تغير اله كيف حالك كيف حال والدك جميل جميل انت خد سؤال ايضا وهو او هذا الشخص اللي في امريكا تأمل مستمع الى السؤال ثبتت معا خلاص سمعها اين انت اين انت اين انت غيرها نفس الطريقة اين هم اين نحن اين نحن اين انت اين انت السؤال الذي يلي هل انت تغيره هل انت عطشان غيره هل انت غاضب هل انت غاضب هل انت هل انت راضي هل انت متذاب هل انت اللي تريده قم بتغيره احفظ عبارة وغيرها مستخدمه في الوالتساب كما اخبرتك مع صديقه هل انت متعب هل انت متعب هل انت متعب هذا السؤال للشخص اللي سفع امريكا تأمل الناس بيقول له الموضوع كذا كذا والاتفاق كذا كذا هل انت متعب هل انت متعب شوية مع الايام فهم انه هل انت متعب بس بتغير كلمة واحدة هل تحتاجني هل تريدني هل تريدني هل تعبتك هل عجبتك هل تعمل هناك هل تفضل ذلك وعلى هذا الحال بيحفظ عبارة او جملة او سؤال بيغير كلمة واحدة ومع الايام هو بيركز وبيتأمل وبيحصر على يعني السر يكتشف السر اللي اخبرتك عليه اللي هو هل تفضل يغير تفضل ايام سوري بيسمعها بسيطة جدا ايام سوري كلنا نعرفها لكن ايام غريتفول انا ممتن ممنون ايام كونفيوز انا مشوش مخربط ايام هير انا هنا ايام ذير انا هناك ايام هبي انا سعيد ايام وعلى هذا الحال ايام خد العبارة وغيرها ههي حفظ يعني انت بتسمع او الشخص اللي بالبريطانية في امريكا في كندا بيسمع عبارة هكيف يعني والله هو لطيف، غير كائن هو مشرد، هو غريب، هو قوي، هو وقح، هو شرير، هو غبي، هو ذكي، هو فول، وعلى هذا الحال، هو جينيس أنت تسمع كثير العبارة، أنت شجاع، أنت شجاع، أنت مثالي، أنت مثالي، وغير كما تريد إنسان تهيئ AS إنسان غيري إنسان تهيئ إنسان إنسان تهيئ سئ This is reading ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ غير لي ايش؟ الوانت. ماذا تحتاج؟ ماذا تدرس؟ ماذا تحب؟ ماذا تحب؟ ماذا تعني؟ وعلى هذا الحال. ماذا تطبخ؟ هذه الأسئلة تكتبت عادة سريعة جدا. هل هناك؟ ماذا تسمع؟ ماذا يخصون؟ هل هناك مشكلة؟ غير لي كلمة كلمة هل هناك مخبص؟ هل هناك مبس؟ هل هناك مطعم؟ هل هناك مطعم؟ هل هناك مطعم؟ هل هناك مجرد؟ غير يا أخي إنتا سمعت العبارة I can أنا أستطيع I can go I can swim I can play إنتا سمعت الجملة I have I have a car I have a house I have a problem I have friends I have relatives عندي عقارب in Paris. I will. أنا سوف. I will go. I will play. I will study. I will meet. سوف أقابل. سوف أدرس. I might. أنا من المحتمل. هذه جوة الاحتمالية. I might visit. أنا قد أزور. I might meet. أنا قد أقابل. I might buy a new car. أنا قد أشتري سيارة جديدة. كل هذا بتسمعه. كل هذا بتسمعه. ممكن بتغيره. Could you open the door please? بيسمع هذا الشخص اللي بيسارة أمريكا بيتأمل. Could you open the door please? Could you open the window please? ممكن تفتح. سوف نعرف إن هذا هو سؤال للطلب. غير للأوبين والكلوز يا أخي. غيرها. Could you? Could you help me? Can you? Can you give me? ممكن تعطيني. وعلى هذا الحال. Can you or could you borrow? أو can I borrow? Could you lend me? ممكن تعطيني. بيسارة هذا الشخص عندما كنت في الدرابان أمريكا. إنه كل مناس بيستأذنوا. Excuse me. May I go out? May I go out? خلاص عرف إنه May I هذه الاستئذان. May I go out? غير لي القو. May I ask you? ممكن أسألك. May I ask you? May I drink coffee here? ممكن أشرب قاوة هنا. May I sit here? ممكن ألجس هنا. May I? May I? May I? إذن هل ممكن أنا أغير الثاني. Do you have؟ هذا السؤال هو بيسمعه و هيعرف و أنت هتيعرف إنه هذا للتملك. Do you have a problem؟ هل عندك مشكلة؟ Do you have a car؟ Do you have friends؟ هل عندك أصدقاء؟ Do you have a machine عندك مكينة؟ What's the matter؟ هذا السؤال. What's the matter؟ ما الأمر؟ What's the matter؟ بيسمع. بيتخلص. Hey, what's the matter؟ أو يسمع. What's the problem؟ ما المشكلة؟ أو يسمع. What's up؟ ما الأخبار؟ أو What's going on؟ من الغالب جدا أنك أنت تقابل شخص الأول مرة في حياتك عادة يقول لك مثلا. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. طبعا أنا بعطيك العبارات هذه. أنا عارف أن بعض العبارات بيعرفها الكثير لكن يصبر عليها شوية. هناك عبارات جديدة وحلوة جميلة وهتستفيد منها. وأتمنى أن هذا الفيديو يوصل إلى أكبر عدد من اللايكات. يعني لو خمسين ألف لايك أكون شكر لكم. وأتمنى أنكم ترسلوا هذا الفيديو لكل من يأز عليكم. لأن هذا الفيديو تدريباته رائعة جدا ومفيدة. فلا تستعجيل ولا تحاول تمشي الفيديو. حبة حبة كذا أنت هتستفيد من هذا الفيديو ويوفر عليك مواقف محرجة جدا في المستقبل. طيب أنت الآن عندما تقول لشخص عندما تقول لشخص لأول مرة أو يقول لك شخص Nice to meet you. Nice to meet you. هو عادة إذا كان بطيء يقول لك Nice to meet you. Nice to meet you. وإذا كان سريع أنا من الأشخاص تعرفوا كل واحد الضغط طبع يختلف عن آخر مثلا نحن في اللغة العربية بتعصى شخص يتكلم مثلا أنا كده بشكل سريع وشخص يتكلم. سلام عليكم كيف حالكم إن شاء الله اليوم تكونوا مبسوطين ومرتاحين. سلام عليكم وكيف حالكم إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وسلامة. هذه الطريقة تختلف نفس الطريقة عند الأمريكان وأنا بتتكلم بشكل سريع شوية عشان خلي الطالب يصحصح معايا وما يميل من الفيديو بسرعة. وأنا كنت أتكلم بطريقة هادئة في المستقبل في الماضي أقصد ولكن وجدت بعض الطلاب يميل لي شوية من الفيديوهات البطيئة. طيب Nice to meet you. إنت على طول أول ما يقول لك Nice to meet you هترد عليه إيه؟ Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. طيب من بعض الأسئلة اللي بتحصل شخص بيتكلم؟ Hi. How are you doing? How are you doing? How are you doing? وهذا السؤال يعني How are you doing؟ يعني كيف الأحوال؟ 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 فأنت ممكن تقول له I'm just fine. I'm just fine. I'm just fine. I'm okay. طيب من ناسه إلا قد يسألك إياه واحد يقول لك What's your dress؟ ها؟ What's your address؟ نعيد. What's your address؟ What's your address؟ ما هو عنوانك؟ What's your address؟ إجابتك عليها تكون إيه؟ إجابتك تكون إيه؟ My address is؟ يعني ما هو عنوانك؟ عنواني هو مش عارف عنوانك بصراحة يعني بس ممكن تقول له 365 واذكر اسم الشارع كذا كذا street كذا كذا هو اسم الشارع يعني. What's your address؟ What's your address؟ My address is 365 river street. في شارع النهر ما ترى. طيب. إسأل إسمع السؤال الثاني. تمام؟ How are you today؟ ها؟ How are you today؟ معلش عيد. How are you today؟ يعني إيه؟ How are you today؟ بصيد يا عمان لا تصعبها. How are you today؟ كيف حالك اليوم؟ I'm just fine. Thank you. I'm just fine. أنا بخير. شكرا الله. I'm okay. طيب. What's new with you؟ كيف؟ ركز معي. What's new with you؟ What's new with you؟ ما الجديد؟ With you معك. What's new with you؟ What's new with you؟ هذا التدريب هيفيدك جدا ركز معي كذا وصحصر معي. What's new with you؟ أنت ممكن تقول. Nothing much. لا يعني ما ليش شيء كثير يعني. Nothing much. Nothing much. طيب. ممكن واحد يساره يقولك. Where do you come from؟ إيش؟ Where do you come from؟ لا ارفع صوتك شوية. Where do you come from؟ من ثانين جاي انت من أي دولة جاي. Where do you come from؟ من ثانين جاي انت من أي دولة جاي. Where do you come from؟ طيب. ممكن تقول. I am from Toronto. أنا من كندا. I am from Lebanon. I am from Iraq. طيب. What's your nationality؟ إيش؟ What's your nationality؟ يعني ايه؟ What's your nationality؟ ما هي جنسيتك. What is your nationality؟ آه. اوك. I am Iraqi. I am Saudi. I am Yemeni. I am Sudanese. I am Japanese. I am Chinese. خلاص كفاية كفاية. اوكي. السؤال التالي ركز عليه. Which do you like more؟ إيش؟ Which do you like more؟ يعني. Which do you like more؟ أيهما انت تحب أكثر. يعني انت بتتكلموا على مواضيع على أكل على وجبة على رياضة. فبيقولك أيهما تحب أكثر. Which do you like more؟ يعني أيهما انت تحب أكثر. فهاته إجابتك. I like واذكر شيء اللي تحبه أكثر. طيب. ركز على السؤال الثاني هذا أو التالي. لأنه بيخربت كثير من الطلبة. Where were you born؟ ليش؟ Where were you born؟ يعني. Where were you born؟ يعني. يعني أين ولدت؟ Where were you born؟ Where were you born؟ أين أنت ولدت؟ طيب أنا أرد على إيش. I was born in Istanbul. I was born in إمارات. I was born in أمان. وعلى هذا الحال. طيب. السؤال الثاني مشابه للأول بس أركز عليه. When were you born؟ When were you born؟ يعني. When were you born؟ متى ولدت؟ الله يرضى عليك. آه. وين وين. آه صح. وين متى؟ متى ولدت هذه الأولة؟ Where. Where were you born؟ هذه. When were you born؟ متى أنت ولدت؟ هنا هتذكر تاريخ. I was born in 1996. I was born in 1985. وعلى هذا الحال. جميل؟ جميل. ركز على السؤال التالي. How do you like it؟ إيش؟ How do you like it؟ نرفع صوتك. How do you like it؟ بطع السرعة. How do you like it؟ مبسوط كده؟ أوكي. صح كلامك. How do you like it؟ أصبحت واضحة. بس مش عارف معناها. يعني معناته إيش رأيك بها. How do you like it؟ معناته إيش رأيك بها؟ بضبط. How do you like it؟ إيش رأيك بها؟ It's amazing. إنها. Right. It's beautiful. It's great. It's nice. جميل؟ I like it. والله عجبتني. طيب. ركز على السؤال التالي. What do you think of it؟ لا لا تسرع لي أستاذ مراد. والله ما هو سرعة. بسيط. بسيط الأمر. What do you think of it؟ ارفع الصوت. What do you think of it؟ طب بطع السرعة. بطع السرعة. بطيء. What do you think of it؟ يا سلام عليك لما تتكلم كده يا أستاذ مراد. وياريت يتكلم وهم مثلك كده. خلاص فهمتك. What do you think of it؟ ما رأيك بها؟ بالضبط. What do you think of it؟ What do you think of it؟ تمام؟ معناته ما رأيك بها. What do you think of it؟ إمتى إجابتك بتكون I think أعتقد. إنك سألت لنا عن رأي. I think أعتقد. يعني رأي. I think it's nice. It's good. It's expensive. غالية. It's cheap. It's reasonable. معقولة معقولة. طيب. ركز على السؤالة. بسيط جدا ومن أكثر الأسئلة. Do you want it؟ Do you want it؟ لا لا. Do you want it؟ Do you like it؟ نفس الوزنية. Do you like it؟ Do you like it؟ Do you like it؟ طيب. ركز على السؤال التالي. What time do you come back؟ 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 مدى بترجع؟ I come back at 6 o'clock. What time do you go؟ هذا السؤال صح. نفسه متى بتدهب؟ Yes. I go at 6 o'clock 7 o'clock. طيب. Why do you say that؟ Why do you say that؟ Why do you say that؟ لماذا تقول ذلك؟ الإجابة I say that. Because I like it. I need it. I want it. طيب. سؤال آخر. ركز عليه. Can you cook؟ إيش؟ Can you cook؟ يعني Can you cook؟ آه كده وضحها أحسن. أنا كنت تسمع Can you. Can you. إيش أي Can you؟ ما هي Can you بتندمج؟ Can you. Can you. Can you cook؟ Yes I can. ولا No I can't. تقدر تطبخ؟ نعم. Yes. ولا لا. طيب. Will you play football؟ إيش؟ Will you play football؟ ياخي بالراحة علينا. Will you play football؟ آه. هل سوف تلعب كرة قدم؟ No No No. No I will not. طيب. Could you meet him؟ لا لا لا. لا كده هنخسر بعض. Could you meet him؟ Could you meet him؟ لا بطئها بطئها فصلها فصلها يسا. Could you meet him؟ آه هل استطعت أن تقابله؟ لا والله No I couldn't. يا حبيبي أنا بدربك عشان تفهم الآخرين لأنه مش هيقول لك Could you meet him؟ هيقول لك Could you meet him؟ Could you meet him؟ طيب. ركز السؤال التالي. Did you see her؟ كيف؟ Did you see her؟ لا رفع الصوت. Did you see her؟ لا كده عورت لإذنه. يعني كده وقاحة يا أستاذ. خفف. Did you see her؟ أيها هو هذا اللي أنا أريده. هل رأيتها؟ Did you see her؟ ايش تقول لي Did you see her؟ هم كده بيقولوها Did you see her؟ بيد مجدد مع اليوم يقولك Did you see her؟ Did you see her؟ فتقول له Yes I did. ولا No I didn't. معايا؟ طيب. What can you do؟ عيد 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 لا أنت كده هاجمتني. What can you do؟ بسيطة صلى الله عليه أكيد. What can you do؟ أحسن. I can do anything. I can do anything. I can do anything. أستطيع أن أعمل أي شيء. تبركز معايا. Where do you work؟ ها؟ Where do you work؟ لا عيد عيد. Where do you work؟ آه أوكي. دعنا نفضح هذا. Where do you work؟ أين أنت تعمل؟ بالضبط. I work in the hospital. أعمل في المستشفى والسكول وغيره. طيب. Why are you upset؟ لا 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 لا. لماذا أنت تعمل؟ يا أخي أنت معصب ليه؟ ليس معصب. طيب عيه مرة ثانية. Why are you upset؟ Why are you upset؟ Why are you... أوكي لماذا؟ Are you أكلتها أنت؟ أبسيت هذه شيء؟ زعلان. Why are you upset؟ Why are you upset؟ ليه زعلان؟ I am upset. Because you shout. You are shouting. You are shouting. أنت بتصرخ. طيب. ركز على السؤال التالي. Do you want it؟ Do you want it؟ Do you want it؟ Do you want it؟ Want it؟ أصبحت want it. Want it؟ أيها. Do you want it؟ أحسنت أحسنت. من bias يسألك؟ Where are you going؟ هه؟ Where are you going؟ آفة فهيمتا فهمتا. Where are you going؟ ايها صح صح صح. هما الgoing ويقولوا going... going... أيها. I'm Going Home. أنا ذاغي بلالمنزل. I'm Going to School. أنا ذاغي بلالالمدرسة another one. جميل جدا جميل جدا. ركز على السؤال التالي. When would you buy? When will you buy it? when will you buy it when will you buy it when will you buy it I will buy it tomorrow I will buy it tomorrow what time did you get back what time did you get back what time did you get back يعني متى رجعت يا صيدي I got back رجعت at 4 o'clock طيب ركز معي are you sure are you sure are you sure yes I am طيب what's your hobby what's your hobby ما هي هوايتك oh my hobby is swimming طيب جميل what are you talking about what are you talking about تتكلم مع امريكي شخص يقولك what are you talking about 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 جميل جميل هذه التدريبات هل تريدوني اكثر منها يكتبوا لي في التعليقات اللي يريد مثل هذه التدريبات يقول لي انا بستفيد منك كثير يعني مش بس اسئلة ممكن واحد يقول لك wait a minute wait a minute wait a minute تمام may have a minute may have a minute may have a minute مش هتسمحها may I have a minute may have a minute may have a minute may have a second ممكن ثانية ممكن كذا talk to you later talk to you later اتكلم معك بعدين يعني talk to you later talk to you later بطريقة ولهجة امريكية عند كثير من الولايات بيقولوا talk to you later لها لها